بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتداول على منصة IQ Option عنوان محاضرة اليوم الفرق بين وقت انتهاء الصفقة ووقت الشراء برشيز تايم أو بمعنى آخر نقدر نقول رحلة أي صفقة من البداية وحتى النهاية ويمكن تلخيص خطوات الصفقة الكاملة فيما يأتي الخطوة رقم واحد في البداية حدت وقت انتهاء الصفقة من هنا عند أيقونة إكسبريشن تايم من عند زمن اختيار الصفقة من أسفل المكان اللي مكتوب عنده من هنا اختار بداية مدة الصفقة ومن فوق اخترت انتهاء الصفقة من القائمة المنسادلة حتى الساعة 18.30 أي ستة ونص مساء بتوقيت القاهرة يعني خدت صفقة طويلة مدتها حوالي ساعتين و38 دقيقة تقريبا على زوج العملات الموضح أعلى طبعا أنا حددت صفقة بيع يعني أتوقع هبوط السعر الأسفل خلال هذه المدة الزمنية عشان كده أنا دست على أيقونة الهبوط لور الخطوة رقم اثنين ومجرد أن ضغطت على أيقونة البيع الحمراء ظهرت لي على المنصة الأشكال التي أمامي وفيها يظهر مبلغ دخول الصفقة اللي أنا كنت داخل به وهو 2000 دولار تقريبا طبعا على الحساب التجريبي على يمين المبلغ ظهر عندي نسبة الربح المتوقع وهي 92% من رأس المال الصفقة اللي أنا داخل به وده بيعمل حوالي 1840 دولار وعلى اللي صار عداد العد التنازلي للصفقة باقي من زمن انتهاء هذه الصفقة ساعتين و37 دقيقة وتسعة وخمسين سانية وعدين بالمتابعة لقيت العداد بيقولي إن فاضل ساعة و44 دقيقة وتمانية وخمسين سانية استنيت لما الصفقة خلصت بس قبل ما تخلص هنشوف مع بعض شكل تحرك العداد التنازلي بيكون ازاي العداد التنازلي بيمثله خط رأسي لونه رمادي كلما مر الزمن اقترب هذا الخط الرأسي من خط نهاية للصفقة وعند انتهاء الزمن ينطبق القطان على بعضهما خط بداية الصفقة مع خط نهاية الصفقة لاحظ على الشرط اقتراب خط العداد التنازلي من خط نهاية الصفقة في هذه الفترة يمكن للمتداول ان يزود او ينقس من رأس مال صفقته كما يريد الى ان يصل هذا الخط الرأسي الى زمن معين وينتهي العمل بهذا العداد ويبدأ عداد اخر في العمل هذا العداد الجديد بيكون موجود اسفل خط النهاية به زمن بيقول للمتداول انه لا يستطيع ان يزود او ينقس من قيمة صفقته الى ان ينتهي وقت الصفقة سواء بالمكسب او بالخسارة الخطوة رقم 3 والاخيرة ظهر عندي على الشرط عداد بداية نهاية الصفقة اسفل خط نهاية الصفقة وبدأ العد التنازلي عند خط النهاية باقي 58 ثانية ثم 12 ثانية ثم انتهت الصفقة بربح والحمد لله روحنا حوالي 1240 دولار بنسبة 92% طبعا هنا مش بتكلم عن الاستراتيجية اللي انا اتبعتها في التدول على هذه الصفقة لان ده موضوع ان شاء الله سنتناوله بالتفصيل في المحاضرات القادمة فيما بعد بس في الفيديو ده انا حبيت بس اوضح الفرق بين وقت دخول الصفقة اللي هو وقت البيع او الشراء ووقت انتهاء الصفقة وكده يبقى عرفنا ازاي بندخل الصفقة وازاي بنحدد المدة الزمنية لها وكمان فهمنا تحركات الصفقة على الشرط من لحظة البداية وحتى النهاية وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم الى ان نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني لكم معلمي الرياضيات والاحصار ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال واذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الضير توضو خماسا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته